بساعة 250 ميجا واط دخلت محطة عكاز الكهربائية الغازية الخدمة بعد أكثر من أقض على الشروع بإنشائها السلطات المحلية في المحافظة أكدت حل مشكلة الكهربائي بالنسبة لمناطق القائم والرمان والعبيدي وبعض الأقضية القريبة منها استعدادا للصيف المقبل عملية الربط مهينة لسافة 27 كيلو أمبوب يمتد عبر الوديان تم القرار ثانيا وبعدك مال أمبوب لازم ربط مكثفات يعني بحيث نكون عملية استخراج السائل الغاز اللي موجود غاز حر كل محطة 21 كل واحدة 125 ميجا يعني بالمجموع 250 على مجموع الشبكة تجهز أقضية آنرا والقائم وثم تسأل الفائد منها أن تجي إلى الشبكة الوطنية سكان المحافظة طلبوا بتعزيز الطاقة بعد سنوات طويلة من الحرمان نتيجة تعرض خطوط النكل للتدمير خلال احتلال داعش الإرهابي حيث كانت بعض الأقضية سيما الحدودية منها تأثرت بشكل مباشر من قلة التجهيز نتأمل من الحكومة المركزية أنه تهتم بقطاع الكهرباء خصوصاً أنه الكهرباء عانين منها فترات طويلة يعني صار لا سنة ولا سنتين عام من هذا الموضوع تشغيل محطة عقاز أو محطة حرارية بابيت هذا رح يحد من قلة التجهيز الكهرباء ويصب بمسطحة المواطن لاحظنا بهاي الأيام شغلت المحطة على حق الغاز عقاز وهذه نقطة كلش مهمة أنه نحن اليوم ما رح نحتاج يعني ما رح نحتاج نشتري مواد أوليم أو نستخدم مواد من خارج العراق وإحنا رح نعتمد تشغيل الطاقة الكهربائية على الغاز اللي موجود بنفس هذا العاقة ويتحدث مراقبون عن ضرورة إنهاء ملف محطة هيت المركبة والحبانية اللتان تحلان مشكلة الطاقة بالمحافظة نهائيا وترك الاعتماد على خطوط النقل القديمة من الأنبار معاذ الدوليمي والنيوز